السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وقاتكم بكل خير قبل يومين أشوف واحدة في التيكتوك هنا تقول أنه أنا قاعد أأجل فكرة الزواج ومني عارفة صراحة إذا كنت أنا إنسانة صعبة الإرضاء أو أنه أنا فعلا شروطي منطقية لكل شخص قاعد يعيش نفس هذه الحيرة هذه أقول لكم نصيحة النصيحة هي أنه توجه بهذه الشروط اللي عندك إلى شخص خبير في المجال خبير العلاقات لو قدرت هذا أفضل صراحة لأنه حتكون نصيحة من خبير ولهو خبرة في المجال نفسه ما قدرت بسبب الماديات أو كذا مو مشكلة تواصل مع شخص يكون مثلا تعرف أنه هو حكيم وصاحب دين الشرطين هذول لازم هيمة تكون موجودة حكيم لأنه شخص الحكيم يعني ينظر الأشياء بشكل موضوعي وما يسقط تجاربه الشخصية الفردية عليك فهذه نقطة جدا مهمة وصاحب دين لأنك ما تبغى شخص يكون لك أشياء حرام كمان يعني ويتوهك أكثر وأكثر فهذه الشرطين مهمة لأنه حيلا أصحابك قد يكون عندهم غيرة منك قد يكون هما مقاييسهم منخفضة قد يكون وقد يكون فمقلعتك كلام أصلا مش منطقي أو مثلا تكون أصلا مقاييسهم مرة منخفضة فيسقطونها عليك فأنت مش مضطرة تسمع الكلام